طفولة الزعيم السابق للقاعدة أسامة بن لادن ونشأته وحتى آخر لقاء جمع بينه وبين والدته مواضيع تحدثت عنها علياء غانم، والدة أسامة بن لادن من مقر إقامتها بجدة لصحيفة الغاردين البريطانية علياء غانم، سورية الأصل، قالت إن ابنها الأكبر أسامة كان خجولاً في طفولته ومتفوقاً في دراسته نقطة التحول في شخصيته حدثت في العشرينيات من عمره خلال سنوات دراسته للاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة هناك التقى أسامة بعبد الله عزام، والذي كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين ونفي لاحقاً من السعودية لارتباطه بالمقاتلين الأفغان تقول علياء إنها حذرته مراراً من محيطه وأصدقائه الذين عملوا على غسل دماغه أسامة بن لادن أنفق كل أمواله في أفغانستان وكان يتخذ من اسم الأسرة ستاراً لأعماله وأنشطته بحسب والدته ورغم ذكرها لتاريخه وحديثها عما ألحقه أسامة بالضرر لعائلته إلا أن أخوي أسامة الذين تحدثاً إلى الصحيفة أيضاً قالا إن والدتهم السبعينية تنكر ما يقال عن أسامة إلى اليوم وإنها تعرف فقط جانب الطفل الجيد منه وبحسب تصريحات علياء للصحيفة فإن آخر لقاء جمعها بأسامة كان في عام 1999 زارته في أفغانستان حيث كان يقيم خارج قندهار حنين الشولي العربية